تطورات أخرى شهدتها صعدة حيث رمت قوات تحالف منشورات في صعدة محتواها الهدف منها سنتعرف عليه مع زميلاتنا هنا في غرفة أخبار الحداث رولا الخطيب رولا أهلا بك تفضلي نعم ريم فالقيادة المشتركة لعملية عاصفة الحفزم ألقت منشورات فوق اليمن قبل قليل شرحت فيها أسباب وأهداف العملية واعدة اليمنيين بالنصر والمستقبل الواعد وأكدت أن هدف قوات التحالف هو دعم الشعب اليمني ضد المد الفارسي مشددة على أن قوات التحالف لن تسمح بتمزيق وحدة اليمن الشقيق وطالب أحد المنشورات المواطن اليمني بأن يكون عونا لقوات التحالف التي تعمل من أجل استقرار اليمن مذكرا بأن دخول قوات التحالف جاء كنتيجة لانقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية ومخرجات الحوار الوطني ولأعادة الأمور إلى نصابها ونبهت المنشورات المواطن اليمني بأن لا ينخدع بشعارات ميليشيات الحوثي داعيا إياه إلى مساندة السلطة والحكومة الشرعية وذكر بأن استقرار اليمن جزء لا يتجزأ من استقرار الدول العربية وشددت القيادة لليمنيين بأن النصر قريب والمستقبل واعد داعيا إياهم إلى الحفاظ على وحدتهم إليك كريم شكرا جزيلا لكيرولا